في أكتوبر من العام الماضي أنجز اتفاق الترسيم البحري بين لبنان وإسرائيل حينها جاء في رسالة التهنئة الأمريكية للبنان أن العمل سيبدأ أيضا على الترسيم البري وبعد مضي أقل من عام عاود لبنان البحث في ترسيم الحدود وتم الاتفاق على توجه الموفد الأمريكي أموس هوكشتاين إلى إسرائيل لاستطلاع رأيها ونقله إلى الجانب اللبناني إلا أن التوتر على الحدود الجنوبية وتقاطع المصالح اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية أدى لفتح ملف ترسيم الحدود البرية بين لبنان وإسرائيل مجددا خاصة أن الخطوة سينظر لها كورقة رابحة لإدارة بايدن وإنجازها سيخفف التوتر على الحدود كما يرى مراقبون الحراك الدبلوماسي بملف الترسيم البري بدأ الأسبوع الماضي خلال اجتماع لقاءة قوات اليونيفل مع مسؤولين لبنانيين ليعرض الأمر بعد ذلك على السفيرة الأمريكية لدى لبنان دوروثي شيا التي اعتبرت بدورها أن الترسيم سيسحب فتيل التوتر المتواصل على الحدود الجنوبية إسرائيل وعبر اليونيفل طلبت إزالة الخيمتين التي نصبهما حزب الله في مزارع شبعة فاشترط لبنان انسحاب إسرائيل من شمال بلدة الغجر ووقف أعمال إنشاء الجدار الذي تسعى إسرائيل من خلاله لإحكام سيطرتها على البلدة وعزلها لكن أولى العقبات التي ظهرت هي أن لبنان اشترطت ترسيم انطلاقا من خط الهدنة بينما تريده إسرائيل انطلاقا من الخط الأزرق أما العقبة الثانية وهي العقبة الأصعب في الخلاف فتتعلق بالنقطة بي وان التي ترفض إسرائيل الانسحاب منها لكونها نقطة مشرفة وكاشفة وذات موقع حساس وأهمية جغرافية لإسرائيل لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات اشتركوا في القناة